موسيقى سعدين حريري مئيساً لمجلس الوزراء موسيقى 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 أهلاً بكم إلى المسائية نبدأ بعنوينها مع مونير الحافي مساء الخير في عنوينها دينش ثلاثة شهداء وأربعة جرحة لبنانيين في اعتداء اسطنبول واستنفار رسمي متابعة للفاجع موسيقى الشرطة التركية تطارد مهاجم الملهاب في اسطنبول وأردغان يتواعد بمواصلة الحرب على الإرهاب موسيقى العالم يستقبل العام الجديد بعروض خلابة وصفت الفاري الأمنيين في أوروبا المحفظة الجديدة بتشمل كل مواصفات المواصفات البورتبل ديفايس مقسمي على 11 جزئ مترابط بتسيع كاشو كاردز أكتر مصنوعة من طري ليتجاوب مع حركة اليوزر وهلأ نانوميتر تو نانوميتر ستيجينج بزودكم مرتباط وتفاعل فوري مع المحتوى بس أد ما اشتغلت على حالة المحفظة ما رح تقدر تنفس الموبايل اليوم صار فيك تدفع مصاري بلا ما تحمل محفظة لأول مرة بلبنان بنك بيبلوس بيقدم لكم تطبيق بيبلوس باي أضمن أسرع طريقة للدفع دخول العام 2017 لم يكن كما تمناه اللبنانيون والعالم فمع مرور الساعة الأولى من العام الجديد هزت مدينة اسطنبول التركية جريمة إرهابية وصلت تردداتها إلى منازل لبنان كفة سبع عائلات ومعها اللبنانيون جميعا انصيبوا بالفاجعة إثر الإعلان عن استشهاد وجرح عدد من شبات لبنان وشباله بالهجوم الإرهابي الذي استهدف حفلا لاستقبال العام الجديد استنفار رسمي وشعبي اتخذ لمواجهة ترددات الفاجعة اتصالات على أعلى المستويات تمت لمتابعة أوضاع الشهداء والجرحة لسيما بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري تقرر خلالها إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط تقلع بعد ساعة من الآن وتحمل موفدا من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الإغاثة وفريق طبي للاطلاع على أحوال الجرحة والمصابين وتأمين ظروف نقلهم مع جثامين الشهداء إلى لبنان إلياس ورديني ريت الشامي وهيكل مسلم ثلاثة شهداء من لبنان سقطوا خارج حدود الوطن سلبت حياتهم وتوقفت قلوبهم عن الخفقان برصاص إرهابي يواجه لبنان مثل ما تفعل تركيا حيث عاش هؤلاء لحظاتهم الأخيرة تقرير ما أحطط هي اللحظات الأخيرة في السنة الأخيرة من عمرهم في نادرين الليلي في اسطنبول قرروا أن يسهروا ليلة رأس السنة ويستقبلوا سنة جديدة لكن الإرهاب سرق منهم حياتهم وقبل الإعلان الرسمي عن استشهادهم تبلغ الأهالي الخبر من الأصدقاء الذين كانوا معهم وهكذا بطلقات رصاص من مجرم انتهت حياة اليسورديني ريتا شامي وهيكل مسلم خبر نزل كالصاعقة على الأهالي الذين تمنوا أن تكذب وزارة الخارجية خبر الوفاة ولكن الحقيقة كانت مرة وما هي إلا ساعات قليلة حتى تأكد الخبر أما الجرح الأربعة فهم فرانسوال أسمر، نضال بشراوي، بوشرا دويهي وميليس بارالاردو موزعين على المستشفيات التركية وعرف أن حالة بوشرا دويهي دقيقة بعد أن أصيبت بثلاث رصاصات الأولى في صدرها والثانية في رئتها والثالثة في الكبد أما حالة نضال بشراوي فهي مستقرة وقد أصيب برصاصتين الأولى في الفخذ والثانية في الكتف وفي خطوة تضامنية مع الأهالي أعلنت شركة نيو بلازا تورز عن تسيير طائرة خاصة لأهالي الضحايا والجرحة وبشكل مجاني من مطار رفيق الحرير الدولي إلى مطار صبيحة في اسطنبول وذلك عند الساعة الرابعة ونصف فجر يوم الاثنين وعلى الصعيد الرسمي وكب رئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس الوزراء سعد الحريري تداعيات الجريمة الإرهابية وتقرر بنتيجة الاتصالات إرسال طائرة تابعة للميدل إيست تحمل موفدا من الخارجية وطاقم طبي للاطلاع على أحوال الجرحة وتأمين نقلهم إلى لبنان استنفار رسمية واكبت تداعيات الهجوم الإرهابي في اسطنبول فرئيس الجمهورية ميشيل عون تابع التفاصيل واطلع على التقارير التي كانت ترد من بعثة الكنسولية اللبنانية في المدينة عن أوضاع اللبنانيين والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع المسؤولين الأتراك لتأمين العلاج اللازم لهم وفي برقية تعزية بعث بها إلى نظيره التركي رجب طيب أردغان دان عون الجريمة الإرهابية مؤكدا على أهمية التعاون وتنسيق بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه وفي الإطار نفسه كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد أجرى اتصالا بالرئيس عون لوضعه في صورة الاتصالات التي أجريت مع السلطات التركية والمتعلقة بأوضاع اللبنانيين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي في اسطنبول وبنتيجة الاتصالات وجه الرئيس عون بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن سلامة الجرحة وإعادة الضحايا والمصابين وتقرر بناء لذلك إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط تحمل موفدا من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الإغاثة وفريق طبي للإطلاع على أحوال الجرحة والمصابين وتأمين ظروف نقلهم إلى لبنان الرئيس الحريري كان أكد في بيان تعقيبا على الحادث أنه على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك للوقوف على تفاصيل الجريمة وأوضاع اللبنانيين الذين كانوا في المكان الذي استهدفه الهجوم لافتا إلى أن هناك توجيهات مباشرة للجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة الجرحة وإعادتهم سليمين وقال نحن أمام حلقة جديدة من حلقات الإرهاب التي تجداح الدول والمجتمعات ولابد من تضافر كل الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة واستأصالها من جذورها وختم الرئيس الحرير قائلا أن الحكومة اللبنانية تجدد في هذا اليوم تضامنها مع الشعب التركي وقيادته وتعبر عن تعاطفها الشديد مع أهالي الضحايا من كل الجنسيات لا سيما مع أهلنا الذين أصابهم الهجوم الإرهابي والذين يترقبون عودة أبنائهم سالمين بإذن الله ومن اسطنبول أكد قنص اللبنان أن هانش ميطل استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة أربعة آخرين بعد معينة جثمين ضحايا الاعتداء الإرهابي وينضم إلينا السيد شميطلي مساء الخير ساعات القنصل مساء نور أهلا إذن مرة تاني حكينا معك الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمين وتأكد من الجثث كيف حصل ذلك وماذا سيحصل خلال الساعات المقبلة ساعات القنصل نعم طبعا المرحلة الصعبة والأليمة يعني صارت سمع نجازة يعني لأنه كان لدينا شكل بين المفؤودين وتحويل وضع المفؤود إلى وضع أنه مستشهد هذا جرت تثبت منه بشكل نهائي بالطب العدل يوم بعض هركة بوجودة يعني وقدرنا نطابق الصور والجثمين الموجودة نعم مع الأسف اللي هنا ثلاثة ثلاثة لبنانية نعم أجل تذكر كنا حكينا معك على التليفون من نشرة الساعة ثلاثة صحيح وما كنا حابين نعمل ولا أي ضيان ذات كان معاني الوزير وزير خارجي يلا ما يكون مكنمي نعم ودولة الزائف صعب الحديث كان معنا على تواصل بين كمان نعم بهذا بهذا الشأن طيب بعد ساعة بدأت توجه طيارة بدأت توجه طيارة لعندكم لتتخذ الإجراءات يعني رسمية اللازمة بهذا الخصوص كيف سيصار إلى يعني حل هذا الأمر ونقل الجثمين وسيتوجه يمكن بعض من أهالي من أهالي الشهداء لعندكم لسطنبول لا تسلم جثث ذويهم نعم بكرة الصبح هذا الموضوع بده ينحل يعني بشكل منهجي وسريع لأنه إجراءات المدعع العام بيجعل ونحن كمان لحنا إجراءات الإدارية نعملها سبعا بشكل سريع ووصل الهيئة العالية للإغاثة ووزارة الخارجية وصل الليل بعد شوية على عبد السطنبول ونتأمل يعني يمكن عودة الجسامين معهم على الطيارة على نفس الطيارة يعني حتى يكون هذا بأسرع وقت ممكن نعم شو صار بالجرحة ساعة الأنصر الجرحة حتى بالنسبة هون في الوزير السابق وصفان الضواج نحن موجدي معه حاليا بتابع وضع كريم بالنسبة لبنتو خصوصا نعم الحمد لله يعني من ضغم من إصابتها المتوسطة فالوضع الأجريت لها الإسعافات الإسعافات اللازمة والعمال اللازمة الوضع مطمئن إن شاء الله وفي متابعة حسيسة من الأطباء موجودين هم المستشفى وحتى فيه فريق طبي من بيرون للوقوف على وضعه الحمد لله المسألة مستقرة نعم نتمنى شفاء العجل الجريف فرانسوان أثمر نعم كمان أجريت له العملية بيدو الحمد لله وضعه مني والجريحين الثانيين يعني كمان أجريت إليهم الجراحات اللازمة وإن شاء الله نطمن عليهم على بكرة بيكون الوضع مستقرة شكرا جزيلا ساعات الأنصر الشرطة التركية لا تزال تبحث عن مطلق النار على المله الليلي في اسطنبول فيما أكد الرئيس رجب طيب أردغان أن الاعتداء يهدف إلى نشر الفوضى في البلاد لكن التركيا ستواصل تصديها للإرهاب بداية مأساوية للعام 2017 شهدتها مدينة اسطنبول التركية التي كانت على موعد جديد مع الإرهاب فتحولت احتفالات رأس السنة إلى ليلة دموية مرعبة الهدف هذه المرة كان ملها رانا الشهير والمطل على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور وهو غالبا ما يستقطب زوار اسطنبول ثاني أكبر المدن التركية من حيث عدد السكان والتي انتشر فيها 17 ألف شرطي لضمان أمن احتفالات رأس السنة مسلح قتل شرطيا ومدنيا بالرصاص كان عند مدخل النادي الليلي ما سمح له باكتحامه واطلق النار عشوائيا على الساهرين فيه فأرضى العشرات منهم بين قتيل وجريح قبل أن يلوذى بالفرار وفي مقال شهود أن المهاجمة كان يتحدث باللغة العربية أعلن وزير الداخلية التركية أن لائحة الضحايا تشمل عددا من الأجانب والعرب بينهم من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا وتونس حال من الزعر والفوضى سادت في الملها الذي كان قبل دقائق من الهجوم الإرهابي يحتفل باستقبال العام الجديد بحضور مئات الأشخاص وذكرت وسائل إعلام تركية أن غالبية رواد الملها ألقوا بأنفسهم في مياه البوسفور المتجمدة هربا من الرئيس الحكومة بن علي يلدرم نفى الأنباء التي تحدثت عن أن المهاجمة كان بلباس سانتا كلوز مؤكدا أنه كان إرهابيا يحمل سلاحا ناريا ارتكب الاعتداء واستفاد من الفوضى في المكان لترك سلاحه في الموقع والفرار وفي أول رد فعل أكد رئيس التركي رجب طي بردوكان أن هذا الاعتداء يهدف إلى نشر الفوضى في البلاد مبديا إصراره على اقتلاع التهديدات والهجمات الموجهة ضد تركيا من جذورها كما تعاهد بأن تركيا ستواصل مكافحتها للإرهاب وهي عازمة على القيام بكل ما يلزم في المنطقة من أجل دواني أمن وسلامة مواطنها ولن تسمح أطلاقا بنجاح المؤامرات للقذرة التي تحاكد ضدها اعتداء اسطنبول أثار موجة من ردود الفعل العربية والدولية التي نددت بالهجوم الإرهابي وأبدت تضامنها مع تركيا في مواجهة الإرهاب ومن ضحايا اعتداء اسطنبول شابة فلسطينية تدعى ليان ناصر وقيل في البداية إنها لبنانية أجواء من الحزن والأسى تسود حاليا مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي في الضفة الغربية المحتلة بعد أن فجعت بنبأ استشهاد الشابة الفلسطينية ليان زاهر ناصر البالغة من العمر تسعة عشر عاما وجرح ثلاث من صديقاتها في الهجوم الإرهابي المسلح على ملها رينا في اسطنبول والد الفتى المفجوع زاهر ناصر تحدث بحرقة وألم عن مقتل ابنته وقال إنه حاول ثنيها عن السفر في رحلة استجمام إلى تركيا بسبب الأوضاع الأمنية المقلقة التي تسود دول العالم وقال إنها تحدثت إليه هاتفيا قبل الاعتداء الإرهابي ومن ثم فقد الاتصال بها شو رسالة تقول لها رسالة لحب تقولها رسالة لحب تقولها أنا عايشي بس إن الولاد اليوم لما الأبو يحشي ما يفتروا شونا الأبو يحشي دائما لمصلعتهم ولأبو دائما لا أفهم ونعارب ونبيت الأخبار ولكم تعرفون الوضع مش بلها يشار إلى أن التباسا حصل في لبنان بعدما تحدثت أنباء عن أن لايان هي من بلدة الطير الجنوبية ليتبين لاحقا إنها من مدينة الطيرة الفلسطينية وفيما كانت اسطنبول تلملم جراحها بعد الاعتداء الإرهابي على ملها رينا جرح شخصاني على الأقل في هجوم مسلح على مسجد حسن الباشا في اسطنبول على الفور هرعت الشرطة إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا في محيطه كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل الرئيس الحريري قضية العسكريين الأسرة ستكون أولوية الحكومة وعائلات العسكريين المختطفين تأمل بخواتيم سعيدة لقضية أبنائها أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن قضية العسكريين المخطفين لدى داعش ستكون أول موضوع تعمل عليه الحكومة الرئيس الحريري كان قد جال مساء أمس على وزارة الدفاع ومبنى ثقنة الحلو تقرير ربيع شنطف إلى وزارة الدفاع وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتهنئة ضباط وعناصر الجيش بالعام الجديد والاطلاع على عملهم والإجراءات الأمنية المتخدة وكان في استقباله وزير الدفاع عقوب الصراف وقائد الجيش العماد جونقه وجيه أول شي نعيد العسكر والضباط وقائد الجيش على بشكلهم مع الشغل ومعايد الوزير على الشغل اللي عم أموا فيه لأنه هنه سهرانين على الوطن واليوم اليوم في مجموعة كتير كبيرة من الجيش سهراني على أمن المواطن وهو الشباب وشباب تركين عيالهم لحفظ الأمن في كل لبنان ونحن يعني كحكومة ومعايد الوزير الدفاع اللي عم يتابع هذا الموضوع يعني بشكل كتير كبير ونحن إن شاء الله دائما حنكون على جنب الجيش واليوم الجيش متأهب وكل القوى العسكرية متأهبة لحماية الوطن وإن شاء الله بنهني كل اللبنانيين على على رأس السنة ويتذكروا دائما أنه الجيش اللبناني والقوى العسكرية كلها هي بخدمة هالمواطن ونحن كحكومة أيضا بخدمة هالمواطن الرئيس الحريري انتقل برفقة مدير مكتبه نادر الحريري إلى مبنى ثقنة الحلو حيث كان في استقباله وزير الداخلية والبلديات نهاد المسنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس فجيت أوقف مع الناس اللي مع الشباب والعسكر اللي تركين عيالهم للسهر على أمن المواطنين وأيضا كمان يعني إن شاء الله نحن كحكومة حاول نعمل أدمى فينا وأكتر لإيكون فيه تجهيز أكبر وأكتر ونسهل العمل الأمني ونسهل العمل المواطن بالمستقبل وكمان بدأ أشكر الإعلاميين نتعبناكم معنا ديوم فيعطيكم العافية نحن واجبنا كدولة كحكومة نأمن كل العتائد وكل الأجهزة اللي بيطلبوها هو الأمن الداخلي أو الجيش اللي بناني وهيدا الشي يجب أن يحصل بغض النظر من شو بيجينا من بره ولا غيره الاستثمار بالأمن هو استثمار كتير مجد لأنه هيدا بيعطي المواطن الأمن والاستخرار اللي بدوا إياه وأيضا بيصير فيه يعني نستبق أي جريمة أو أي محاولة لارتكاب جريمة فيما يخص بقلب البلد فالاستثمار بالأمن أنا بالنسبة لي حيوي وأولوي وإن شاء الله نحن هنقوم فيه دولة الرئيس في بعض أهل العسكريين دايما عم نشتوكهم وحدتك كمان عم نشتوك لمتابعة قضيتهم وهن اليوم يعني عم بعيدوا بعيدة عن العسكريين الموجودين لدى داعش تحب توعدهم بمتابعة لهذه المسألة وين صارت التطورات؟ نحن بالحكومة قلنا أنه هنتابع هذا الموضوع وإذا إن شاء الله من بكرة يكون أول موضوع نحن هنشتغل عليه وشكرا رئيس مجلس الوزراء جال في طبقات المبنى مطلعا على سير العمل وعلى الرصد قبل بدء سهرة رأس السنة وقد قدم الرائد وائد يوسف لرئيس الحريري شرحا مفصلا عن آلية العمل في غرفة المراقبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جال بدوره على عدد من المراكز الأمنية ليلا مطلعا على تدابير الأمنية المكثفة التي تخذت وأكد أن الوضع الأمني ممسوك وأن المرسوم الثاني المتعلقة بمتطوع الدفاع المدني هو على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء جال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على عدد من المناطق حيث أشرف على التدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي عشية رأس السنة الجديدة وقد أكد أن الأمن والأمان هما من مسؤولية الأجهزة الأمنية وقال للعناصر الأمنية وطمأن اللبنانيين والضيوف العرب والأجانب إلى أن الأمن ممسوك وأن القوى الأمنية قادرة على التصدي واستباق أي عملية إرهابية ثم انتقل الوزير المشنوق بعدها إلى ساحة الشهداء حيث تفقد تجمعا لعناصر وآليات الدفاع المدني وكان في استقباله المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وأبلغ المشنوق الدفاع المدني أن على جدوى الأعمال مجلس الوزراء المقبل المرسوم الثاني المتعلق بمتطوعي الدفاع المدني متمنيا إقراره أنا عمل كل جهدي أن يكون بأوائل العهد لما نخلص هذا الموضوع نطلب الرئيس ساعدنا عنا نطلب الرئيس موافقهم الحمد لله يعني نخل سوئي ونصرنا لك آخر وما بيسير غير ما بيجبه وما بيمتحق ولا مطالق وتمنى الوزير المشنوق لكل العاملين في الدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية سنة جديدة مليئة بالخير قد ديسوا رأس السنة عمّة المناصق اللبنانية وأكدت على ضرورة نبذ العنف وتعميم السلام نحن نحيي الدولة اللبنانية التي تستعيد مؤسساتها الدستورية وتنطلق نحو بناء دولة القانون القادرة والمنتجة دولة الإنماء الاقتصادي والاستقرار المالي دولة يثق فيها المواطنون وفي بيروت رأس متروبوليد بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران لياس عودي القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس آملا من المسؤولين العمل على أعطاء الناس أبسط حقوقهم أملنا أن ينصرف المسؤولون إلى العمل الجاد ولو كانت مدتهم قصيرة وأوليتهم قانون الانتخاب وأوليتهم قانون الانتخاب فدورة الحياة لا يمكن أن تتوقف وأمور الناس لا يمكن أن تهمل كذلك احتفل رئيس أسقفة بيروت المطران بولوس مطر بقداس السنة الجديدة ويوم السلام العالمي على نية السلام في لبنان والشرق الأوسط في كنيسة سيدة الوردي في رأس بيروت الحمرة مؤكدا أن السلام يجب أن يبنى على العدالة والحقيقة والحرية والمحبة وللغاية نفسها ترأس متروبوليد بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كريلس بوستروس قداس رأس السنة في كتدرائية مارلياس وفي يوم السلام العالمي الذي تحتفل به الكنيسة في الأول من كنون الثاني ترأس البابا فرانسيس قداس احتفاليا في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان وفي عظته حض البابا زعماء العالم على العمل معا لمكافحة طاعون الإرهاب وبقعة الدم التي تغطي العالم بظلال من الخوف البابا الذي دان الهجوم الإرهابي الذي سادف الملها في اسطنبول أبدى تضامنه مع الشعب التركي معتبرا أن السلام يصنع برفض الكراهية والعنف والسير في طريق الإخاء والمصالحة واحتفاءا بالعام 2017 شهدت غالبية العاصم الغربية والعربية مهرجانات ضخمة للألعاب النارية فيما وكبت أوروبا استقبال العام الجديد بإجراءات أمنية مشددة إنها إمارة دبي التي باتت محطة مهمة ينتظرها العالم أجمع للاستمتاع باحتفالات رأس السنة كعادتها أبهرت مواطنها وقاتنيها بعرض خلاب للألعاب النارية في محيط برج خليفة بالتزامن مع احتفالات أخرى في مواقع عدة منها القناة المائية الجديدة وساحل جميرة والمارينة مصر بدورها خطغت الأنظار هذا العام بعرض للألعاب النارية في أهرامات الجيزة واستأجرات أمنية استثنائية فرضها الهجوم الإرهابي الأخير على الكنيسة البطروسية في العباسية العراقيون أيضا تحدوا التهديدات الإرهابية ونازلوا إلى الشارع لاستقبال العام الجديد في وسط العاصمة بغداد إلى الولايات المتحدة وتحديدا مدينة نيويورك التي ضاقت بمئة ألاف الأشخاص الذين تابعوا العد العكسي لاستقبال العام 2017 في التايمز سكوير حيث كرة الكريستال العملاقة التي يترقب عرضها العالم أجمع سنويا أوروبا تحولت غالبية عواصمها إلى ثقنات عسكرية تخوفا من هجمات إرهابية ففي بريطانيا احتشد عشرات الألاف عند نهر التايمز في لندن للاستمتاع باحتفالات رأس السنة على وقع أشهر أغاني النجمين لبريطانيين جورج مايكل وديفيد بوي الذين رحلوا في العام المنصر فرنسا التي اكتوت بنار الإرهاب نشرت نحو 100 ألف شرطي وقلصت الاحتفالات إلى الحد الأدنى في العاصمة باريس فألغت الألعاب النارية واستبدلتها بعروض صوتية وضوئية في جدة شانزليزي الشهيرة مشهد الإجراءات الأمنية المكثفة لم يغب عن ألمانيا التي نظمت استقبالا رائعا للسنة الجديدة عند بوابة برندنبرغ الشهيرة وسط أجواء راقصة مميزة العروض الرائعة للألعاب النارية حضرت أيضا في الساحة الرئيسية في العاصمة البولندية وارسو فأنارت سماء المدينة وأشهر معالمها السياحية إلى روسيا حيث استقبل العام الجديد بأبهى حلة في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو والتي أغلقت أمام الجمهور وسمح لستة ألاف مدعو فقط بالدخول إليها موسيقى عند شاطئ الكوبة في كابانا في ريو دي جنيرو بالبرازيل تجمع نحو مليوني شخص ارتدى غالبيتهم اللون الأبيض لوداع العام الفائت بعرض للألعاب النارية استمر 12 دقيقة موسيقى مع بداية العام الجديد ماذا يقول أهالي العسكريين المختطفين وأين أصبحت المفاوضات في هذا الملف تقرير ناهد يوسف براءة هذا الطفل لا تزال جاهلة للحقيقة البشعة عن سبب عدم رؤيته لوالده سنتان وسبعة أشهر يبلغ عمر حسين يوسف ابن العسكري المختطف محمد يوسف الذي لم يرى ابنه إلا في أول شهرين من عمره وفي الزيارة التي حظي بها أهالي العسكريين لأبنائهم حينها كان عمره الصغير ستة أشهر ماذا؟ 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 حسين الطفل لا يعرف والده إلا في الصور وفي ملامح حسين الجد الذي رسم الانتظار الأليم وجهه إلا أن إيمانه الكبير بالله سبحانه وتعالى وبعودة ابنه وأصدقائه العسكريين يبقه صابرا وصامدا الشيء اللي مخليني متمسك به الملف هو نداء ومناشد نشدني ابني فيها ورفقاته العسكريين بس ظهروا بعد حوالي 25 يوم من كنا نحن فقدين كل المعلومات اللي بتعلق بحياة ابننا ونشد هو والعسكريين البقيين لأهلهم وقال لي يوم انت يا بايي يا أمي يا أخوتي يا أهل بلدي يا أهل شعبي لبنان ما تتركونا ما تخلوا عنا نحن بنا نرجع بلدنا من هذا الوقت أنا أخدت عهد بيني وبين نفسه قدام الله ابني يمكن سمعني يمكن ما سمعني لكن الله سمعني أنا من خلال هالعهد تحملت هاللمسئولية وبعدني كل لحظة بحس حالة ضعيف بتذكر أنه أنا وعدت ابني ما رح تخلعني هالملأ أنا بعد أننا أمل أننا نعيشين نتمنى بها السنة جديدة تبشرنا فيها نبشر لبنان كل السواب أنه العسكريين لزولوا أحياء رح يرجعوا رح يشوفوا أهلهم ورح يشوفوا بلدهم ويرفعوا راسهم وراس بلدهم فيهم العمل على الملف مستمر وإن كان سريا حسب ما يؤكد يوسف الذي يأمل بأن يثمر حرية للشباب هذه المرة ومع بداية هذا العام يدعو حسين يوسف رئيسي الجمهورية والحكومة بأن يتوجى العهد الجديد بعودة العسكريين نحن إن شاء الله بوقت قريب رح يكون فينا لقاء مع الشيخ سعد أنا معلق أمل كتير كبير عليه بعرفه قديش هو إنسان رقيق وشفيف بعرفه قديش إنسان شعبي خليني أقولك وبعرف قديش في طيبة جوة قلب سعد الحريري إن شاء الله بلقاءنا رح نرجع ناخد منه جرعة أمل جديدة وسط أمله العنيدي للقاء ابنه قريبا يمضي حسين يوسف وقته في خيمته في ساحة رياض الصلح متأملا صور محمد بأمام لا تغازل الهاتف على الصورة تتحول حقيقة لا يزال هذا الرجل الصبور ينتظر لا يمل ولا يتعب مثله مثل باقي أهالي العسكريين الذين يأملون أن يحمل العام الجديد أبناءهم إليهم سالمين من ساحة رياض الصلح ناهد يوسف تلفزيون مستقبل بعد الفاصل في النشر النظام السوري يواصل انتهاك الهدنة والمعارضة تحذر من انهيارها والعام الجديد وأسعار الشقف السكنية في لبنان أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة داخلية في البحرين أن مسلحين شنوا هجوما على مركز للإصلاح والتأهيل في بلدة جو الجنوبية نجم عنه مقتل شرطي وهروب عدد من المحكمين في قضايا إرهابية أضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لواء منصور التركي عن نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في عملية خطف الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاد دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تروت بالغطيف وأعلن المتحدث الأمني عن أسماء الموقفين الثلاثة وأسماء ثلاثة آخرين من المتورطين مباشرة في عملية الخطف مؤكدا تخصيص مكفأة مالية لما يوفر معلومات تؤدي للقبض على خطفي الجيراني وحذر من التستر عليهم أشر لواء تركيا أيضا إلى عدم وجود أدل على انتماء الخطفين لتنظيم داعش الإرهابي داعين الخطفين إلى الإفراج الفوري عنه محملا إياهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه صعد النظام السوري خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار فقصف مناطق عدة في رفي حلب ودمشق بينما حذرت فصائل المعارضة من انهيار الهدنة إذا ما استمرت انتهاكات قوات النظام والميليشيات الداعمة له حبرون على ورق هكذا يبدو اتفاق الهدنة التركية الروسية على أرض الواقع في سوريا إذ عاد نظام الأسد وخرق الهدنة عبر استهداف منطقة وادي برد بريف دمشق بغارات جوية شنها الطيران الحربي التابع له على قرية عين الفيجة كما واستهدفت قواته مرتفعات المنطقة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة وفي حلب شنت كتائب الأسد غارات جوية بقنابل فراغية على مدينة الأتارب في ريف حلب أسفلت عن جرح مدنيين ودمار واسع في الأبنية والممتلكات وذلك على رغم من إعلان فرق الدفاع المدني في مدينة الأتارب أن المدينة خالية تماما من أي مواقع عسكرية هذا وبدأت غارات النظام منذ صباح الأحد في منطقة الأتارب ثم تجاوزتها إلى الفوج الـ 46 قرب الحدود التركية وفي ريف حلب قصفت عدة قرى منها ميزنا وتلقنطار وبلدتي خان العسل والعيس وأطراف بلدة خانطمان وغيرها وفي السياق قال الدفاع المدني في حلب بأن الطيران الروسي استهدف صباح الأحد قرى بنان والمنطار وكفركار بمنطقة جبل الحص في ريف حلب الجنوبي مؤكدا أن المنطقة خالية من أي مقار عسكرية إلى ذلك استهدفت غارات كتائب الأسد وقصف صاروخي جبل الأكراد في ريف اللذيقية الشمالي في حين قالت وسائل إعلام إيرانية إن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قتل أقلال مشاركته في العمليات العسكرية الجارية في سوريا وكانت المعارضة السورية انذرت بإمكان انهيار الهدنة بسبب استمرار انتهاكات النظام وحلفائه وقال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المفاوض أسامة أبا زيد إن عدم وقف الهجوم على وادي برد يعفل فصائل من التزامها بالهدنة وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا بالإجماع يدعم الجهود الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا واستئناف مفاوضات السلام بدون المصادقة على خطتهما اكتفى مجلس الأمن الدولي بدعم جهود موسكو وأنقرة في سوريا إذ نص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سوريا والبدأ بعملية سياسية لتسوية النزاع لكن القرار اكتفى بأخذ العلم بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 من كانون الأول مذكرا بضرورة تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة حول سوريا كما أكد أن المفاوضات المقررة في أستانا في كانون الثاني المقبل هي مرحلة مهمة استعدادا لاستئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في الثامن من شباط من العام 2017 وطالب المجلس أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية في شكل سريع وآمن ومن دون عوائق للسكان المدنيين وأسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم إبلاغهما بعد تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف اطلاق النار إلى ذلك دعا مندوب مصر في مجلس الأمن السفير عمر أول عطا أطراف النزاع السوري إلى بدء مفاوضات عاجلة لإنهاء الأزمة وقال إن التحديات التي تواجهها سوريا في الوقت الحالي تحتاج إلى مقاربة سياسية تستند على المواثيق الدولية من جهتها عبرت فرنسا عن أملها باحترام كامل لوقف اطلاق النار في سوريا دعاية إلى استئناف سريع للمفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعم خطة روسية تركية من جانبه أكد المنصق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستندة إلى بيان جانب لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2254 هي الإطار الذي تعمل الهيئة من خلاله لتحقيق الانتقال السياسي جاء ذلك في الحديث الهاتفي الذي أجراه حجاب مع المبعوث الدولي إلى سوريا استفان دوميستورا الذي أكد من جهته التزامه بالعملية السياسية التي فوضه بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وفي إطار مرجعية بيان جينيف وقرار مجلس الأمن 2254 استعادت القوات العراقية من إرهابي داعش 60% من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدي العمليات العسكرية منتصف تشرين الأول المقبل من جهة أخرى قتل سبعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الشرطة خلال اشتباك مع ثلاثة اتحاريين حاولوا الدخول إلى محافظة النجف جنوب غرب بغداد أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل جندي سعودي عند نقطة مراقبة في منطقة جازان الحدودية مع اليمن إثر تبادل لإطلاق النار مع متمردين حوثيين تزامنا قصفت مقاتلات التحالف العربي شاحنتين محملتين بالأسلحة كانتا في طريقهما للمنشيات الحوثية في محافظة حجة كما صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولات تسلل للمتمردين على مواقعها في جبل هان غرب تعز استبعد الرئيس الأمريكي والمنتخب دونالد ترامب عقد لقاء مع رئيسة تايوان خلال زيارتها الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة أضف أنه لا يلتقي أحدا قبل تسلوبه منصبه رسميا في العشرين من كانون الثاني المقبل معتبرا ذلك غير ملائم من وجهة نظر بروتوكولية من جهة أخرى عبر ترامب عن شكوكه المستمرة بشأن مسؤولية روسيا عن التسلل الإلكتروني إلى حسابات مسؤولي الحزب الديمقراطية أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بلاده باتت في المراحل الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات أضاف أن بيونج يونج أصبحت قوة نووية في العام 2016 وباتت قوة عسكرية لا يمكن حتى لأقوى أعدائها أن ينالوا منها لقي 23 شخصا مصرعهم جراء حريق شبع لمتن قارب خشبي كان في طريقه إلى جزيرة سياحية في خليج جاكارتا قبلة العاصمة الإندونيسية وأنقذت فرق الإسعاف 194 شخصا كانوا على متن القارب فيما بقي 17 في عداد المفقودين والتهمت النيران القارب حين كان على بعد ميل واحد من الميناء التي غادرها متوجها إلى جزيرة سياحية شمال جاكارتا كيف ستكون أسعار الشقق السكنية خلال العام الجديد؟ تقرير باسل الخطيب قطاع العقارات والشقق السكنية والتجارية في لبنان أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد القطاع المصرفي شهد جمودا في السنوات الثلاث الماضية وها هو اليوم وبعد انتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة بدأ يشهد تغيرا بالأداء اليوم قطاع البناء انتقل من مرحلة الهدوء إلى مرحلة إيجابية اليوم فيه صار سؤالات كثير على شئة بلبنان خاصة بمدينة بيروت أو خارج مدينة بيروت وشي الملفت أنه اليوم دول الخليج اللي كانوا بالسابق عم يعرضوا بيوتهم وبهلكاتهم للباع لقينا هلأ بعد انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديد لقينا أنه كلها جمدة القصة وهدية وبالعكس دول الخليج هجم تعمل مشاريع كبرى بالمشاركة مع مستثمرين البنانية وهلأ نحن عم نشوفه على الأرض حاليا وهذا شي بيبشر بالخير رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إليسومة يقولوا أن المطورين كانوا يبنون نحو 25 ألف شقة كل عام ولكن العدد انخفض منذ خمس سنوات إلى 15 ألف شقة بسبب تراجع الطلب نتيجة الوضع السياسي أما الأسعار فستبقى مستقرة حتى نهاية العام 2017 الأسعار مثل ما نحن شايفين رح تضل مستقرة وقت الحاضر إلى من هلأ لسنة رح تضل مستقرة وإن شاء الله الوضع وإذا غليت إذا صار فيه تغيير بالأسعار هو ناتج عن الندرة الموجودة للأرض عن الغلال للأرض لأنه في لبنان فيه ندرة للأرض يجا رئيس جمهورية وتعين رئيس حكومة والوضع استقر نعطينا نفس للكل إنه يلا بيشوا بالشغل وكلهم مرخصين هلأ عم بيشوا بالبناء بطريقة سريعة تبعد من هلأ لسنة يكون عندنا شقة يعني متما كان بالسابة على حدود 25 وهذه الشقق في أغلبها موزعة على العاصمة بيروت والضواحي يعني عندك بيروت العدد الأكبر هو بجبل لبنان وباقي المناطق وبيروت وضع استثنائي لأنه كان ببيروت متعمر شقاق كبيرة ولكن هلأ عم تتغير السياسة وضواحي بيروت وباقي المناطق اللبنانية بس العدد الأكبر هو بجبل لبنان إذن سياسة قطاع الإسكان بدأت تتجه نحو بناء شقق صغيرة نظرا للإقبال عليها خصوصا في المدن والعاصمة أسوة بباقي الدول المتطورة أحداث عديدة برزت خلال العام 2016 واستحوذت على اهتمام المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي تقرير رشال حلبي طوى عام 2016 فصوله على أحداث هامة حموة ومراء تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي واستحوذت على اهتمام الرأي العام الخبر الأبرز كانت الانتخابات الأمريكية عبر هاشتاغ إليكشن 2016 حيث درجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصاريح دونالد ترامب النارية والمثيرة للجدل وإلى منعرجان اقتصادي غير خارطة أوروبا تداول الناشطون هاشتاغ بريكسيد عقب القرار التاريخي القاضي بخروج بريطانيا من الاتسحاد الأوروبي أنظار العالم تحولت يوم 15 تموز إلى تركيا التي شهدت محاولة انقلاب فاشلة ولعل السابقة كانت إطلالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلتها عبر أحد التطبيقات تواصل فيستايم عام 2016 شهد مسلسلا دمويا واعتداءات إرهابية خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا الأبرياء من سلسلات التفجيرات التي استهدفت بريكسل وتركيا إلى حوادث الدهس بالشاحنات في نيس الفلنسية وبرلين الألمانية إلى حادثة إطلاق النار في الملحى الليلية في فلوريدا الأمريكية لتفيض مواقع التواصل برسائل وهاشتاجات تضهونية وتدعي إلى السلام مثل جوسوي بريكسل وجوسوي نيس وغيرها وقد انسحب العام على وقع اختيال السفير الروسي في أمقرة حيث انتشرت صور وفيديوهات لحظة الاختيال كالنار في الهاشيم على مواقع التواصل حوادث الطائرات كانت حاضرة أيضا من تحطم الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة والخلاف حول الخلفية الإلهابية للحادث وصولا إلى موجة غير مسبوقة من السخرية على مواقع التواصل عقب الإعلان عن اختطاف مصري لطائرة تابعة لمصر للطيران وتوجيه مسارها إلى لانكا في قبرص بهدف لقاء طلقته القبرصية وفي الأزمة السورية لعل الأبرز صورة الطفل عمران دقنيش التي اتطفت بين دمار حلب وأبكة العالم سنة 2016 غيبت أساطير وقادة فغصت مواقع التواصل بتعليقات تنعي فقدانهم ففي الفن النبيل فقدت حلبات الملاكة مع أيقونتها الأبرز الأسطورة محمد علي كلاي أما في السياسة فودع العالم القائد الشيوعي وزعيم الثورة الكوبية في دالكاسترو وفي خضم الأحداث المأساوية التي شهدها العالم كانت الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جينيرو لبرازيلية فحقنت جرعة فرح وقد تميز فيها قصة الحب بين الرياضيين الصينيين التي تكللت بخطوبة على منصة التدويج أما في عالم ألعاب الهواتف المحمولة فقد شكلت لعبة بوكيمون جو هوسا للمستخدمين وشغلت العالم لأسابيع من دون منازع والآن أبرز الأحداث الرياضية التي شهدتها العام أو العام الماضي 2016 في تقرير عباس حسن شهد العام 2016 مجموعة من الأحداث الرياضية البيرزي كان بعضها مفاجئ كتتويج البرتغال بكأس أمم أوروبا لكورية القدم وبعضها حزين مثل حرمين مجموعة من الرياضيين الروس من المشارك في الريو تتويج المنتخب البرتغالي بكأس أمم أوروبا لأول مرة بتاريخه وكان هذا الشيء عم بصير بعد فوزه في المباراة النهائية على النظير الفرنسي البلد المستضيف للبطولي بهدف نظيف حمل توقيع إدار أوقف الاتحاد الدول للتنس أيضا النجم الروسي المصنف أولى عالميا سابقا في رابط اللاعبات التنس المحترفات والفائزي بخمس ألقاب في بطولة الأربع الكبرى ماريا شارابوفا لمدة عامين بعد ثبوت تناولة لمادة ميلينيوم المحظورة على الرياضيين مما حرم من المشاركة في الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جينيرو وطعنت شارابوفا في حكم إيقافة لمدة عامين أمام محكمة التحكيم الرياضية واستجيبت تلك المحكمة لطلب اللاعب الروسي حيث خفضت مدة إيقافة من عامين إلى 15 شهر بالمقابل أيضا تويج نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكورية القدم للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي في أكبر مفاجأة تشهد الدوريات الأربع الكبرى وكان للنجم العربي لجزائر الرياض محرز الذي يختير أقافة اللاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016 دور كبير في تحقيق ليستر لهذا الإنجاز التاريخي بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة وأدى التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة المستقلة الوكيل العالمي لمكافحة المناشطات ريتشارد ماكلارن بشأن المناشطات في روسيا إلى حرمين مجموعة من الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو دي جينيرو كما استبعد جميع البراليمبيين الروس من المشاركة في براليمبياد ريو دي جينيرو 2016 بناء على نتائج تقرير ماكلارن أيضا وفي آد برازي الأحداث الرياضية أعلنت الروسية إلينا إزينييفا البلغة من العمر 34 سنة البطل الأولمبي مرتين والبطل العالمي ثلاث مرات في القفز بزانة إنهاء مسيرية الرياضية بعد إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوة عن المشاركة في أولمبياد ريو دي جينيرو وكانت إيسبينييفا ضمن 67 رياضي روسي ضمن مونفسية ألعاب القوة قرر الاتحاد الدولي لهذه الرياضة استبعاده من المشاركة في أولمبياد دي جينيرو السويس جيني إمفنتينو الذي كان يشغل منصب الأمير العام للاتحاد الأوروبي لكورية القدم تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكورية القدم الفيفا خلفا للرئيس السابق سيب بلاتر والذي قدم استقالته بعد سلسلة من الفضائح التي هزت عرش أكبر جهي سكروي في العالم في 3 يونيو حزيران 2016 توفي الملاكم العالمي محمد علي كلي عن عمر نهز 74 عام بعد صراع طويل مع شلال الرعاش وكان محمد علي أو كاسيوس مارسيل لوس كلي جونيور قبل اعتناقه الإسلام قد فز ببطولة العالم للوزن الفقير ثلاث مرات 1964-74-78 وفي العام 1999 توج بلقب رياضي القرن وكان يصف نفسه بأنه يطير كالفراشي ويلسع كالنحلة وهو صاحب أسرع وأقوى لكمي في العالم واعتزل الملاكمي العام 1981 بعد مسيرة حافلة تضمنت 56 فوز من 37 بالضرب القاضي وخمس هزائم في المقلب الآخر من العالم فشل نجم الأرجنتيني ليوني المسي مجددا في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كوبا أمريكا 2016 التي استضافتها الولايات المتحدة بعد ما خسر منتخب التنجو في المباراة النهائية أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح وقرر مسي اعتزال اللعب الدولي بعد إهدار وحدة من ركلات الترجيح في نهاية دير بطولة أمام تشيلي قبل ما يترجع عنها القرار مؤخرا عربيا فيز الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري بجائزة أفضل لعب في آسيا لعام 2016 وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 2016 واللي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2016 انتهى بكارثي بالنسبة للكرة البرازيلية حيث تعرض نادي تشابي كوينسي البرازيلة لفاجعة وتحطمت الطائر اللي كانت تقل بعثة الفريق إلى كولومبيا لخوض نهيئ كوبا سود أمريكانا لكورية القدم وأودى الحادث بحية 76 شخص فيما نجا خمسة بينما أشار التحقيقات إلى خطأ بشري سبب قائد الطيارة والشركة المشغلة لهذه الطائرة وفي آخر 2016 أيضا توش فريق ريال مدريد الإسباني لكورية القدم بكأس العالم للأندي بعد فوزه في المباراة النهيئة على نادي كاشيما انترز الياباني بأربع ديف مقابل هدفين توش البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لعام 2016 واللي بتمنح مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لا يحصل بذلك على جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة بمسيرته بعد عوام 2008-2013-2014 بعد موسم مثالي أحرص فيه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني وكأس أمم أوروبا يورو 2016 مع منتخب بلاده البرتغال متفوقا على غريم التقليدي الأرجنتيني ميسي المتوج بالجائزة أعوام 2009-2010-2011-2012-2015